على مشارف حما وفي شوارعها يشتد اطلاق النار الكثيف ومعه تنهمر حالة الترقب نحو مخاطر عكاسات المعارك في سوريا ومع تسارع المواجهات تعلن فصائل مسلحة سيطرتها على مطار حما العسكري ومقابل ما اسمتها تلك الفصائل بعمليات كسر العظم تفاجئ تقارير صحيفة واشنطن بوست نشر طهران لعناصر من فصائل مسلحة عراقية في سوريا للقتال الى جانب قوات الجيش السورية فيما كشفت تسريبات انتشار عناصر لحزب الله اللبناني بين لبنان والسوريا تنتظر الاوامر لدخول القتال ضد فصائل سوريا المسلحة تتصاعد تلك التقارير وسط اشتعال الجبهات في الشمال السوري تزامنا مع تصريحات مسؤولين في البرلمان الايراني عن ارسال طهران قوات استشارية الى سوريا الجيش السوري كذلك كشفت مصادره لذات الصحيفة الامريكية عن دخول فصائل مسلحة للقتال الى جانبه تلك الاستعدادات يتفوقها الحديث عن استخدام طهران ورقتها الابرس بارسال ما وصفته الصحافة بظل قاسم سليماني وهو القائد في الحرص الثوري جواد غفاري وغفاري سيتولى بحسب تقارير دعم الهجوم المضاد الذي تشنه القوات السورية في محيط حما بحسب وكالة الانباء الانمانية مصادر صحيفة افادت ان غفاري طرد من سوريا سابقا بناء على طلب الاسد لتورطه بتهريب الوقود بحسب المونيتر وكان غفاري قد عمل اربعة اعوام في معارك حلب ووفقا لمعهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة يعتبر غفاري خبيرا في الشأن السوري وقد اشتهر بلقب جزار حلب لدوره في استعادة المدينة عام 2016 تطور يقرب مسافة المواجهة والصراع المحتدم بحسب توقعات خطيرة تدشنها غرف الترقب الدولي فيما تحذر من ان تنتقل معارك سوريا الى حرب واسعة تسجل كارثة جديدة بحق المدنيين واستقرار المنطقة تسجل كارثة جديدة بحق المدنيين واستقرار المنطقة تسجل كارثة جديدة بحق المدنيين واستقرار المنطقة